التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة مجزء إخباري جديد مع دينا إليك شكرا لك حسامة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجزء الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي في مهمته بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والتي تستوجب تعزيز التنصيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية وخلال استقباله أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعزيز عمل المنظمة من خلال إثثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات إسلامية عريقة تتحلى بالمصدقية على المستوين الإقليمي والدولي بما من شأنه الإسهام في تقديم العالم الإسلامي للمجتمع الدولي وفق مبادئ صحيح الدين وضحض الأفكار والأنماط السلبية التي تنشرها المتنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية قررت محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس بسبب التقلبات الجوية في محافظة الإسكندرية تم تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية فقط للصف الرابع الابتدائي إلى الاثنين الثالث عشر من ديسمبر وفي محافظة مطروح تم تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي إلى الأحد الثاني عشر من ديسمبر أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ألف ومائة وتسعة متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا للإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفى إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ثلاثمائة وثلاثة ألاف وثلاثمائة وثماني وستين حالة وفي بيانها اليومية أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثمانمائة وتسعة وثمانين حالة إيجابية جديدة وإحدى وخمسين حالة وفاة ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد مؤشرات على أن أوميكرون يسبب مرضا أشد مقارنة بالمتحور دلتا وأضافت المنظمة بأنه ليس هناك أي سبب للشك بأن اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد تحمي من المتحور الجديدة أعنى التحالف العربي تدمير منظومة دفاع جوي معادن بجبهة مئرب كما أعلن أن قوات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مصيرة في الأجواء اليمنية وكان التحالف أعلن في وقت سابق سقوط مقذوف معادب القرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية في جازان وفي بيان قال التحالف العربي أن محاولة قوات الحوثي لاستهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنسانية حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع افتراضي بينهما من أن الغرب سيفرض إجراءات اقتصادية قوية وغيرها على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا في حين طلب بوتين ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي لن يستمر في التمدد شرقا كشفت الحكومة الألمانية أنه من المقرر أن يستلم المستشار الجديد أولاف شالتس منصبه اليوم وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل ستنتهي مهامها كمستشارة مع انتخاب المستشار الجديد وكانت المستشارة الألمانية ميركل قد منح ثقتها للحكومة الاقتلافية الجديدة المرجحة نهاية موجز التاسعة في واصل مهود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر